تدمر التاريخية في عين الحدث مجدداً بعد أكثر من عشرة أشهر عاشتها في ظلام داعش معارك عنفة تخوضها قوات النظام للسيطرة على مدينة تدمر ذات الأهمية الاستراتيجية وسط معلومات متضاربة عن حجم التقدم الذي تحققه وكالات أنباء تابعة لنظام الأسد أشارت إلى أن قوات النظام والميليشيات التابعة لها استعادت السيطرة على قلعة تدمر الأثرية وعلى حياء الفنادق والمطاعم ومنطقة وادي القبور جنوب غرب المدينة إضافة لتلة السريتيل المرصد السوري لحقوق الإنسان نفى صحة المعلومات التي تفيد بسيطرة قوات النظام على المطار شرق تدمر مشيراً إلى تقدم بطيء تحرزه هذه القوات وسط حركة نزوح للمدنيين من داخل المدينة المرصد أشار إلى أن القتال وصل إلى الأطلال الرومانية الواقعة إلى الجنوب الغربي من المدينة حيث لا تستطيع قوات النظام الاعتماد على الغطاء الجوي خشية وقوع مزيد من الأضرار بالموقع الأثري وفي محاولة لمنع النظام من التقدم عمد داعش إلى زرع الألغام في المدينة وأحيائها معركة تدمر تعد حاسمة لقوات الأسد لكونها تفتح الطريق أمامها لاستعادة منطقة البادية من قبضة داعش وصولاً إلى الحدود السورية العراقية شرقاً ما يعني تقلس مساحة سيطرة داعش إلى قرابة الثلاثين في المئة رامي عيسى العربية